شوف كل العائلات الفلسطينية عائلات مقاومة عائلة النجار من أكبر وأقدم وأشهر العائلات في مسألة المقاومة تجاه المقاومة طبعا في أبي يوسف النجار طبعا أنا من الناس اللي ما بتحبش تسمية ما يحدث على الأرض الفلسطينية بأنها حرب إن الحرب لازم يكون فيها تكافؤ ولو تكافؤ في أقصد صور ما يحصل هو إبادة إبادة ممنهجة كمان إزاي أحكي لي إبادة أنت صحفي زميل تمام أحكي لك أنت لما بتدخل منطقة سكنية بجيشك وعتادك تطلق النار على كل شيء يتحرك هذا شو معناه؟ إبادة لو أنت زي ما بتحكي أنه أنت داخل تقاتل عناصر معينة أو داخل تقاتل مثلا منظمات إرهابية زي ما أنت بتدعي شو زم بالطفل اللي بيمشي في الشارع أنه أنت تقتله ما يقاتلنا الآن من الجيش الإسرائيلي هو ذكاء إصطناعي الآن طائرات الكواد كابتر المسيرة تعمل على الذكاء الإصطناعي أي شيء يتحرك أمامها تطلق علي النار تقتل فورا وفي مناطق قاتلة تطلق النار استهداف للحياة للحياة بشكل عام إذا شفت أنت في فيديو انتشر قبل فترة لعدد من الخرفان تمشي في الشارع تخخ عليها وقتلوهم وما يدلل أيضا أن إسرائيل تقتل كل شيء يتحرك ولا تحسب حساب لأي شخص موجود في الطريق أو في الشارع أو في المكان اللي بتسهدفه قتل الثلاثة من جنودها اللي كانوا مخطفين في غزة أو من الرهائن اللي كانوا موجودين في غزة لما المقاومة أطلقت صراحهم هم في الشارع رفعين رياط بيضة وبيحكوهم أنه إحنا جنود من عندكم ورغم هيك قتلوهم فهذا اندل يدل على أنهم يعني بيقتلوا كل شيء في غزة ما بهمهم أي شيء قدامهم الدليل أيضا أن أنت بتتحدث عن إبادة جماعية أطفال اللي بتموت أطفال أمر أيام أشهر سنوات صغيرة طفل هذا شو عمل ليش دوكتل أنت